تهديدات اسرائيلية جديدة بشأن توسيع رقعة الصراع في الشمال ولسيما جبهة لبنان اطلقها وزير الدفاع الاسرائيلي يواف جالانت جالانت الوزير المتطرف الذي طالما تشدق بمثل تلك التهديدات سواء في غزة او لبنان اعلن ان الاحتلال سيوسع عملياته ضد حزب الله اللبناني كما سيزيد معدل الهجامات في الشمال وبالدعاءات جديدة رأى جالانت ان قواته لم تبادر باي هجوم في جنوب لبنان حتى الان وستبدأ بتفعيل موقف الهجوم وملاحقة حزب الله بدلا من الوسائل الدفاعية متوعدا باستهداف عناصر الحزب اللبناني في كل من بيروت ودمشق واي مكان اخر في العالم جالانت الذي اعتدد تزييف الحقائق والحق الاتهامات بالطرف الاخر رغم كل الادلة على كذب موقفه ادعى ان قواته لم تتقدم في جنوب لبنان حتى الان بالرغم من كونها وسعت رقعة عملياتها العسكرية في لبنان الى عمق مئة كيلو متر من الحدود الجنوبية للبلاد كما نفذت عدة عمليات متقطعة على بلدات عدة قرب بعلبك منذ السادس والعشرين من فبراير الماضي ما يقرأ على انه محاولة لجر حزب الله الى حرب واسعة بحسب مراقبين تهديدات خطرة يرى مراقبون انها ستخدم السباق السياسي لمنصب رئيس الحكومة الاسرائيلية اذ يعتبر بعض السياسيين الاسرائيليين ان لبنان مكسب يضمن الفوز بالانتخابات وهو ما يخدم طموح المنافسين الرئيسيين لذلك المنصب جالنت ونيتنياهو وعلى مدار السنوات الماضية لم يتمكن الاحتلال بحسب مراقبين من تحقيق اي انجاز يذكر على الجبهة اللبنانية لذلك فاستغلال الاوضاع الحالية والحرب التي يشعلها في قطاع غزة تزامنا مع الصمت الدولي الفاضح سيمكن قادة تلعب من اشعال جبهة صراع جديدة حال لم تتدخل امريكا التي تحمل وحدها مفاتيح انهاء تلك الانتهاكات لاكبار تل ابيب على وقف تلك المخططات